التونسية إيمانوالعميري تفجر الانستغرام بصور كارثية شاركت النجمة التونسية إيمانوالعميري صور جديدة لها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وظهرت إيمانوالعميري بفستان أسود طويل مكشوف على جانبيه مع كعب عالي وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريح ناعمه كما وتحولت إيمانوالعميري في الفترة الأخيرة إلى نجمة مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صورها التي تستعرض فيها أطلالاتها ولوكاتها التي يصفها البعب أنها جريئة بالنسبة للمجتمع العربي ففي بعض الأحيان تنشر العميري صورا بالميوهي في بعض الأوقات بفسة ضيقة تظهر فيها انحناءة جسمها ويشار إلى أن الفنانة التونسية لم تدخل في برنامج شتار أكاديمي حيث خرجت في مرحلة مبكرة وأصدرت الفنانة عدة أغاني وفيديوهات منها فيديو من حياتي وكان ذلك عام 2013 أذهبت الموديل إيمانوالعميري متابعيها بصور جريئة نشرتها على صفحتها للخص على استغرام ونالت أعجب متابعيها وأطلت إيمانا بالصورة بفستان مكشوف وقصير ما أثى نقطة أرى بلبلة بين المتابعين إذ أعتبر البعض أنها تستعرض جسدها في الوقت الذي رأى فيه البعض أنها جميلة وترك لها الكثير من التعليقات المادحة والجديد ذكره أن إيمانا العميري تحولت في الفترة الأخيرة إلى نجمة مثل نقطة يرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صورها التي تستعي نقطة رضا فيها أطلالاتها ولوكاتها التي يصفها البعض بأنها جنقطة رئة بالنسبة للمجتمع العربي ففي ببعض الأحيان تنشر العميري صورا بالمي نقطة يوهو في بعض الأوقات بفست ذي نقطة يقت تظهر فيها أنحن نقطة آتجس نقطة مها من هي إيمانا العميري؟ مطربة تونسية اشتهرت في الوطن العربي من خلال مشاركتها في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي الذي عرض عام 2008 ورم التحاقها بكلية الحقوق والعلوم السي نقطة السي التابعة لجامعات تونس المنار ظلت تحلم بأن تكون نجمة شهيرة قررت إيمانا العميري المشاركة في الموسم الخامس من ستار أكاديمي ولكن لم يحالف إيمانا العميري الحظة في ستار أكاديمي فخرجت من البرنامج من مرحلة مبكرة واختفت عن الأنظار عدة سنوات ثم خرجت مجددا لتشق طريقها في عالم الفن بإستار أغني بعنوان من زمان وفيديو كذيب بعنوان في حياتي عام 2013 ترجمة نانسي قنقر